موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبايبي طلاب الصف الثالث يلا حبايبي اليوم بدنا نبلش في كتاب الرياضيات الصف الثالث كثير سهل رياضيات الصف الثالث من أسهل الرياضيات حبايبي شو بدها بدها شوية دراسة ونكون مركزين ايه مع بعض تمام يلا خذوا نفس اهدأوا واسترخوا وخلينا نبلش في الدرس الأول الأعداد ضمن تسعة 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 كيف بنقرأ هاي تسعة تلاب وتسعمية وتسعة وتسعين تمام يلا طلعوا مع بعض جيبوا كتبكم وخلينا نكتب ايه مع بعض طلعوا مع بعض هون ونقرأوا مع بعض عدد القرى الفلسطينية المدمرة عام الف وتسعمية وثمانية واربعين قده ثلاثمية وستة وتسعين قارية كيف العدد هذا بنقرأ بقرأ الثلاث وبعدين الستة وبعدين التسعة بقول ثلاثمية وستة وتس وتسعين يالعدد منازل للعدد ثلاثمية وستة وتسعين كم من واحدة بتقوله هي هي منزلة وهون منزلة وهون منزلة اذا قده ثلاث منا正 منازل 'Dnis ثلاث منازل العدد السابق للعدد ثلاثمية وستة وتسعين شو العدد السابق يعني اللي قبل شو هاي حبابي بس بطلع على ايه على اول عدد شو اللي قبل الستة؟ بتقول العدد قبل الستة اللي هو ايه خام؟ خمسة وبحط نفس العدد هاي تسعة ثلاث إذن قدل عددها ثلاثمية وخمسة وتسعين العدد التالي للعدد طلع ثلاثمية وستة وتسعين هاي بعد الستة شو العدد البلد الستة؟ السبب السبعة نحط التسعة ونحط الثلاث ثلاثمية وسبعة وتسعين الرقم الذي له تمام أقل قيمة منزلية في العدد 396 شو يعني أقل قيمة منزلية يا حبايبي يعني إيش أول واحد يعني العدد أنه أول واحد اللي هو الست الستة إذن هو ست القيمة المنزلية للرقم ثلاث بجب أطلع هاي الرقم ثلاث طلعوا علي هاي رقم ثلاث يا طلعوا معي هاي الثلاث شو اسمها ثلاث مئات صح هذا آحد البعده عشرات والثالث اي مئات أكمل عدد بعد الثلاث بتقول لي فيه اثنين اللي هي التسعة والستة إذن بحطي الثلاث وبدل العددين شو بحط صفر صفر إذن شو القيمة المنزلية العدد الثلاث ثلاث ومئة تمام طيب ما تخافوا وراح نشرح أكثر بس امشوا وقتبوا معي وإهدأوا واسمعوا منيح وراح نشوف كيف الأمور بتصير لقدام يلا نيجي نتطلع على السؤال اللي بعدي اثنين يلا أقرأ العدد الممثل على المعداد وأكتبه في ايه في المربع يلا باجي بأطلع هاي العدد هون يلا كم من وحدة هون بتقول لي واحدة ثنتين ثلاث أربعة خمسة بحط خمسة صح بطلع اللي بعدها يلا كم من وحدة هون بتقول لي واحدة ثنتين ثلاث هاي ثلاث وآخر ايش شو محطوط يا حبايبي واحد ثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بحط العدد هون ايه ثمان ثمانية شو العدد هذا بنقرأ هاي بقرأ ثمانية ثمانمية وبعدها الخمسة وبعدها الثلاث ثمانمية وخمسة وثلاث وثلاثين تمام يلا كمان واحدة يعني طلعوا هون في ايش ما فيش وليش شو بحط صفر بطلع اللي بعدها هون كم من واحدة واحدة ثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة اذا هون سبعة واخر ايش يا ابطال يا حلوين كم من واحدة هون واحدة ثلاث أربعة خمسة ستة هاي ستة بنحط ستة كديش هزا العدد بتقول لي ستمية وسابعين طب بتقول ليش مقرأتش السفر السفر ما بنقرأي حبايبي في الأعداد اذا ستمية وسابعين يلا العدد اللي بعدها شو اول واحدة يا حبايبي فيها ايش ما فيش فيها ولا ايش بحط صفر والبعديها بعدهم يلا يا ابطال عدوهم معي واحد اثنين ثلاثة أربعة هاي هون اي ار أربعة واخر ايش يا ابطال يا حلوين شو بدنا نقرأ بدنا نقرأ هاي واحد مين ثلاث أربعة خمسة ستة هون قدي ست ستة شو العدد هاد ستمية وارب ستمية واربين يلا اللي بعده يلا كم من واحدة هون في عنا واحدة في النص قديش في عندي ولا واحدة بتقول لي طب شو يعني ولا واحدة يعني صفر صفر واخر ايش يا ابطال كم من واحدة عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هاي تسعة هاي تسعة شو العدد هاد تسعمية وواحد شو العدد تسعمائة وواحد هاي ما قرأ ناشر في النص بس تسعمية وواحد فهمنا كيف نقرأ المئات كثير مهم نعرف نقرأ العدد تمام طيب رح اسألكو عنها ديروا بالكو كيف نقرأ العدد يلا اللي بعده سؤال ثلاث طلع ما بعضها لسؤال ثلاث يلا اقرأ العدد وبكتبها بالرموز يلا مئة هاي مئة بحط المية حباب المية وكتيش آخر شيء هاي واحد تمام هاي بحط الرقم ايه واحد يلا في عندي بعديين وواحد هاي كمان بحط واحد هانا في الاخر انا قلت انا بقرأ الاخر اشي بعدين بحط الاول بعدها اخر شيء في النص وفي النص شو هو عشرين شو العشرين يعني اثنين اذا هاي مئة واحد وعشرين تمام يلا نشوف اللي بعده تسعمائة هاي تسعة في الاخر بحطها لنا بالمئة بعدها في عنا ثمانية هاي ثمانية بحطها في الاول واول اشي حبابي قد هاي هوني ابطال يا حلوين اللي هي خمسون شو يعني خمسون يعني خمسة هون في النص تسعمائة وثمانية وخمسون يلا في عندي اللي بعدها شو اللي بعدها يلا خمسمائة هاي خمسمائة الخمسة وبعدين في عندي سبعة هاي السبعة طيب بتقول لي ما قالش يشي في النص صاحب ولا لا بتقول لي ما قالش يشي في النص شو يعني بنحط يا حباب ما قالش يشي في النص بنحطوا ايه الصفة الصفر المام بحكي بنحطوا صفر على طول اربعمائة يلا اللي بعده اربعمائة هاي اربعمائة وثلاثون هاي ثلاثين تمام صحب ولا لا الثلاثة الف النص وهي حبابي بعديها ايه الصفر ديروا بالكم انتعل اربعمائة وثلاثين تمام ما حكي ايه عن تبع الاحد ما حطنا تمام هاي السؤال ثلاثة هيك جائز نروح لحبابي على ايه اللي بعده شوف سؤال اربعمائة بعض يا في يافا بستان حمضيات قطف العمال منه في يوم واحد قدي تسعة 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 تسعون وتسعون تسعمية وتسعين كيلو جرام من البرتقال اذا اضاف احد العمال كيلو جراما واحدا فقط الى ما تم قطفه كم كيلو جرام من البرتقال اصبح لديهم هاي طلعنا نمثل بالاجسام الحسابية كل هذا الجسم يا حبابي قديش فيه في مية 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 ميتين ثلاثمية اربعمية خمسمية ستمية سبعمية ثمانية تسعمية واخر ايش يا حبابي هايو كلياته مع بعضه هذا ايه تسعمية هذا الاسف تسعة وتسسين زاد لهم مكعب واحد شو صار كليات زي بعض فطبق كليات تمام طيب طلعوا معي تسعمية وتسعة وتسعين زاد واحد شو يساوي الف تمام طيب انا ما بدي ياك تحفظ بالطريقة هاي بدي ياك تشوف يا حبابي بالطريقة الاهم اللي هي الطريقة اللي تحت كيف منحسب تسعمية وتسع وتسعين زائد واحد تمام هاي با نحلو مع بعض يا طلعوا معي اقرأ العدد الممثل على المعدات هذا نقرأ مع بعض واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هون تسعة وبعضي في عندنا كمان تسعة نفسه ايش اذا بتعدهم والاخير كمان تسعة حبابي اذا بتعدهم شو اسم العدد هايو حالين لو دعوا بقرأ المائة الاول تسعة وتسعة وتسعون تمام تمام طيب نيجي نطلع يا حبايبي على إيه على تكملة المثال الرابع أهم إشي أنا معني في الطريقة إيه جيم جيم هي يا حبايبي أهم إشي طلعوا ما أمنح أعبر بكلماتي ماذا حدث عندما تمت إضافة خارزة واحدة إلى منزلة الأحد طلع هون قد صارين عشرة إذا بصير عشرة يا حبايبي خلص بوشط بين وبروح واحدة هون باليد وبعد يهون صارين عشرة كمان بوشط بين بتروح واحدة باليد هون صارين عشرة هون كمان بوشط بين بتروح واحدة باليد هون هنا مفيش عشرة بالظل هون شو صار يا حبايبي هون صفر 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 وواحد شو منسمي هذا الألف كيف صارت يا حبايبي تطلع تسعة زايد واحد شو بتصير عشرة سفر وباليد ايه واحد واحد زائد تسعة عشرة سفر وباليد واحد واحد زائد تسعة عشرة سفر وباليد ايه واحد واحد زائد ولا اشي واحد شو هذو الرقم من قولها ال وهذا كثير يا حبايبي جيم مهم جيم اهم اشي يا حبايبي في الدرس تمام يلا نكمل طلعوا معي على خمسة يلا الاحظ مكونات العدد الف واكمل هاي مية ميتين ثلاثمائة أربعمائة خمسمائة ستمائة سبعمائة ثمانمائة تسعمائة ألف يعني اكمن مية عشر مئات تمام هاي الالف في حبايبي هاي المية وتسعمائة تسعمائة قدر بطلعين الف مية زائد تسعمائة قدر عشر مئات تمام يلا اثنين مئة زائد ثمانمائة شو يزاوي عشر مئات واللي هي حبايبي قدره ثمانمائة اللي هي متين وثمانية مئة من حط ايه ثمانمائة متين زائد ثمانمائة شو بطلعين الف تمام طلعوا على حبايبي على اللي بعدها يلا 300 زائد 700 3 زائد 7 قدي بتقول لي 10 ومنحط جانبها شو مئات تمام 300 300 700 700 300 زائد 700 قدي حبايبي 300 زائد 700 قدي 1000 بالطريقة حالي اللي بعدها 400 زائد 600 كدش بتطلع 10 100 مئات 400 زائد 600 شو ساوي كمان مرة 1000 نفس المبدأ وكمان مرة 500 و500 كمان 10 مئات للجواب 500 زائد 500 شو ساوي 1000 مع بعض تمام يعني حبايبي 1000 شو ساوي 10 مئات 1000 شو ساوي 10 مئات ديروا بالكوا احفظوها هاي وشوفوها المرة القادمة طيب نكمل على سؤال 6 طلعوا معي مثال 6 طلع فيه مع بعض أعود أكتب العدد بالرموز في المربع هذولا بالألاف هاي هذو حبايبي قدي 1000 2000 3000 4000 صح كم من 1000 4000 والألف كم من سفر يا حبايبي جنبه كم من سفر واحد اثنين ثلاث إذن شو يا حبايبي قديش في الألاف عندي هون طلع في الأحد فيه لا هاي سفر في العشرات فيه هون لا هاي سفر في المئات فيه صفر تمام وهاني حبايبي إيش في عندي أربعة وعشاني حبايبي هيحطينه هاي حبايبي بس منحط رقم أربعة منحط 1000 ويساوي قدي 4000 حيث ثلاثة أصفار تبعات المعداد هون سفر بعده صفر بعده كمان صفر وفي الأخير إيش 4 تمام شايفي مثال ستة ما أسهل يلا روح اللي بعده نفس الفكرة حبابي بظلة تتكرر نفس الأفكار بظلة تتكرر في الدرس طلع ما بعض على سبعة يلا أكتب العداد الممثل أدنى في المربع قديش المكعب هذا كله 1000 1000 1000 1000 قديش يا حبايبي ثلاثة إيش ألا ألاف أو بتحط هيك ثلاثة وجانب هذا قدي ثلاثة أصفار يلا طلع ما حون 1000 1000 هي 2000 وهنا 100 200 300 بجي بطلع كم من 10 عندي 10 طلع هون كم من مرة هنعدهم من أول هنا الأحد كم من أحد عندي هون 1 2 3 4 5 5 تمام وبعد يعني حبابي العشرات 1 2 3 هي 13 صح وبعد يلا كم عندي 100 يلا طلع 1 2 3 4 بحط 4 وآخر إشي كديش عندي في الألاف يا حبابي في الألاف هاي واحد هاي 2 هاي 2 شو العدد كل يا حبابي إني كلي زي ما هو 5 خمسة وبعد الخمسة وبعد عند بالأزرق ثلاث اللي هو العشرات ومباد العشرات عندي أبطال المئات اللي هم الأربعة وآخر شي في عندي الألوف صح ولا لا الألوف هان اثنين إذن 2435 تمام ولا مش تمام تمام نيجي نطلع على جيم ودال كل واحدة لحال يلا أن في جيم يا أبطال يلا عد هون كم من واحدة واحد اثنين ثلاث وحوط ثلاث هو أنا كم من واحدة ثلاث بحوط اثنين ون كم من واحدة واحدة اثنين ثلاث أربعة خمسة بحوط خمسة ون قدي ثلاث هاي ثلاث كيف العدد هذا بنقرأ ببلش من الثلاث ثلاث آلاف وبعد خمسمائة وثلاث وعشرون اللي بعد يلا كم من واحدة هون في عندي أربعة إذا بتعدهم هنا في اشي صفر لا هنا في عنا ثنتين وهون كم من واحدة ثلاث خمسة هنا قدي خمسة شو العدد هاد خمسة آلاف ومئتين وأربعة تمام ولا مش تمام تمام نطلع على اللي بعد نطلع يا حبايبي على ثمانية يلا حبايبي اكتب العدد الممثل في على لوحة المنازل في المكعب يلا اطلع بدأ اكتب كل عدد هاد يلا بنقل زي ما هو هاي سفر كمان سفر كمان سفر وكمان سبعة تمام هاي سبعة آلاف يلا لبعده هنا اثنين هاي اثنين بعد سفر هاي سفر بعد سبعة هاي سبعة بعد تسعة هاي تسعة شو بقرأ يا حبايبي تسعة آلاف وسبعمائة واثنين تسعة تلاف وسبعمائة واثنين باختصار ببلش من الآخر اقرأ بعد هاد وآخر اشي ايش ببدل اول عن اي عن الفنص تمام الاحات ببديها عن العشرات في القراءة آآ طيب اخر شي في عند تسعة بتوقع يلا اطلع ماء على تسعة اقرأ العدد المكتوب في المكعب ويمثله على المعداد يلا هذا واحد بحط واحد هنا اثنين بحط واحد اثنين هنا اربعة بحط واحد اثنين ثلاث اربعة هنا قدي ستة هاي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة تمام بتمثلهم بالدوار شو اسم العدد هذو ببلش من الاخر ستة آلاف تمام شايفين معي كيف هيو هيك ستة آلاف بعدها أربعمية بعدين واحد وعشرون ستة آلاف واربعمية واحد وعشرون هذا الاحد هنا العشرات هنا المئات وهنا الألوف الألوف يلا نمثل اللي بعده هنا خمسة هاي واحدة هاي ثنتين هاي ثلاث أربعة خمسة هون قديش ستة هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة هون قديش سفر بحطي شوال هاي ثلاثة هاي ثلاث هاي ثلاث هاي ثلاث واحد اثنين ثلاث شو العدد هاذا بدأ قرأي حبايبي ثلاثة طلعوا معي أبطال يا حلوين ثلاثة آلاف وقدة وخمسة وستون ليش ما قرأنا هاي المئات لأن حبايبي بش فيها اشي الصفر ما بقرأها طيب نيجي نطلع آخر واحدة هي أسر واحدة ليش سفر بحطش اشي صفر ما بحط اشي صفر ما بحط اشي LA5 هاي واحد هاي ثلاث هاي ثلاث هاي أربعة هاي ايه خمسة آلاف كثير سهل وكثير بسيط اه وفكر وأناقش كيف أقرأ عدد من اربع منازل حالحنا بنشوف كيف نقرأ عدد من اربع منازل هاي طلعوا يلا ما نقرأ العداد الآتية نقرأه مع بعض يا حبايبي كيف بقرأ زي ما ورناكه قبل شوي ببلش في آخر واحد هاي هاض آخر واحد شو اسمه هاض خمسة صح طيب عشان ايه آخر واحد وقدام الثلاث ماذا شو بحط لآلا آلاف خمسة آلاف وبعديا طلعوا بعد ما بقرأ بالأحمر وين بقرأ بقرأ اللي بعده اللي هو ايش الأزرق بقول وثلاث ايه ايش بالأزرق ثلاث شو منسميها مئة مئة ثلاثة مئة تمام وآخر ايش بقرأ باللون البنفسجي هايو حبايبي هاض وبعديها ايه هايو وواحد بقول وواحد وآخر ايش ابطال اللي هو ايه السبع هون بقول وسبع خمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وسبعون في منه كيف نقرأ نجرب كمان مرة يلا كمان مرة بالألوان هاي حبايبي ستة هاي ها هون هاي هاي لها هاي بقول ستة آلاف ستة آلاف تمام وبعديها بالأزرق هاي ومئتان بقول شو اثنان مئة ومئتان تمام نقول شو اثنين مئة وبعديها يا ابطال بالأخضر هو الأخير ووا وايش واحد وواحد شو بنسميه واحدة ايش عشا عشر اثنين هذول عشان هنواحدات نفسي ايش بنقار ابتن دايب ابتن حكا اهدعش تمام يلا نقرأ اللي بعده شو اسمه هذا من قلة تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون يلا هون سبعة آلاف فيش مئات خلص فشيق عليها ما فيش أحد بفشيقها سبعة آلاف وسبعون هاي سبعة آلاف وسبعون اللي بعدها أربعة آلاف وستمائة وأربعة وتسعون اللي بعدها ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد ما في عشرات بهم الله فيهمنا حبابي كيف بقرأ العداد كثير سهل وكثير بسيط شو بده شوية تركيز تمام ديروا بالكو هو بتمشي الأمور يلا نكمل على سؤال احدى عش اقرأ اقرأ الهبارات الآتية ثم اكتب العدد الملون بالرموز طول سور القدس أربعة آلاف ومئتا متر هاي ومئتا يلا بدي أكتب الأربعة آلاف آخر شو بكتب الأربعة وبعدها بالأزرق شو حكا للمئات اثنين مئتا يعني اثنين وما فيش لا ذاكر لا عشرات ولا أحد شو بحطهم سفر سفر هاي أربعة آلاف ومئتا يلا لبعده عدد المدارس في فلسطين عام الفين وخمسطعش هو الفاني هاي أول إشي الألفين والأكثر المدارس طلعين وثمانمئة هاي ثمانمية وستون وخمسون هاي ستة آخر إش الستة وخمسون هاي الخمسة هون تمام تمام يلا لبعدها عدد الشهداء الانتفاضة الأولى ألفان هاي ألفان وستون وعشرون مدام ما حكيني شي المئات بحطها سفر يلا وستة هاي الستة آخر إشي وعشرون هاي العشرين حبابي وما نحطها في النص ألفاني وستة وعشرون نروح اللي بعدها يا أبطال يا حلوين على إيه على اطناش بدي أكتب العدد الآتي بالكلمات كبري لكم يا أشوي كثير مهم نكتب العدد الثاني بالكلمات يلا بابلش ايه؟ بلن الأخير زي ما تعودنا شو اسمها؟ تسعة صح؟ تسعة ايه؟ بحط له آلاف تسعة آلاف في بعدي إشي كله أصفر إذن بس تسعة آلاف خلص ما باحكي يلا لبعده هون هاي إيش؟ ببلش من الآخر ثمانية آلاف وبعدها يا حبايبي بالأزرق شو باحط؟ ستة وستة مئة صح؟ مش ستمية وبعدها بنقول بالأخضر اللي هو الأخير وواحد وإيه؟ وإيه حبايبي بالآخر الآخر هاي بالأزرق الفاتح وواحد وار واربع واربع ثن كيف؟ بلش من الآخر؟ يلا لبعدها شو هذا العداد؟ خمسة بقول خمسة ايه؟ آلاف و يلا بعدها بقرأ شو بقرأ؟ هاي طلع في عندي مئات ما في بحش قاليها يلا لبعدها قدي تسعة لأن الأحد قبل العشرة بقرأها وتسعة وايه هو؟ نقرأ العشرات قدي ثلاث بقول هاش ثلاث بقول هاشو ثلاث وثلاثون سهمنا حبايبي كيف اتناش بنعملها بالطريقة هاي طيب ثلاثة عش حبايبي آخر إشي في الدرس الأول يلا اكتب العداد الآتية على خط العداد في موقعها الصحيح خمس تلاف و أربعمية و ثمانين وهنا ثلاث وهنا سبع الثمانية بتجي بعد مين؟ بتقول لي بعد السبعة إذا منحطوها خمسة أربعة ثمانية صفر هنا العدد هذا فيمن ماذا؟ بطلع عليهم شوي شوي يلا نجين نطلع هناك خمسة هاي خمسة هنا أربعة هاي أربعة هنا أربعة الأربعة بتيجو بعد من بعد الواحد ولا بعد الثلاث وال Kirby بعد الثلاثة نحطهم خمسة أربعة أربعة صفر اللي وخمس تلاف واربعمية واربعين في مني حبيبي ثلاثةاش كمان ثلاثةاش مهم كثير سائلة لحبيبي وكثير بسيط ونشوفكم إن شاء الله في درس قادم ودرسوا مني لنراجع إن شاء الله المرة القادمة إلى اللقاء